بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة الثانية من المحور الثامن سنتعرف في هذا الفيديو إلى شرح طريقة رسم المهر سيركل ثم إلى قانون الأبسوليوت ماكسيموم شير سترس بداية الهدف من سترس الترانسفورميشن هو حساب الإجهاد على كل الاتجاهات مع العلم باتجاه واحد سيجما اكس معنا السيجما اكس أو من هنا معنا السيجما اكس ومعنا السيجما واي فنعتمد على هذه القيم الأساسية طو اكس واي أيضا من الممكن حساب الإجهاد في أي اتجاه كان من صفر إلى ثلاثمائة وستين درجة وقد رأينا الطريقة النظرية لحساب الإجهاد في كل الاتجاهات وهي طريقة القوانين لحساب سيجما اكس داش سيجما واي داش وطو اكس داش واي داش الآن معنا طريقة طريقة الغرافكل باستعمال ما يسمى بالمهر السيركل 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 and the reference point A with coordinate sigma x, tau, x, y are plotted. The radius of the circle extends between these two points and is determined from trigonometry. معانا خطوات لرسمة المهر سيركل وهي كالاتي. أول شيء, establish a coordinate system such that the abscissa represents the normal stress with position to the right and the ordinate represents the shear stress tau with positive downwards. بيكون معانا ال-A abscissa هذا ال-A abscissa على sigma وال-ordinate على tau هذه الخطوة الأولى رسمة المحاور Using the positive sign convention for sigma x, sigma y, tau x, y plot the center of the circle c which is located on the sigma axis at a distance of sigma average equals sigma x plus sigma y by 2 from the origin رح نرسم مكان السنتر مكان السنتر بيكون على الأ axis تبع السigma ويبعد من الزيرو sigma average sigma average sigma average اللي هي sigma x زائد sigma y على أثنين طيب هذه النقطة الثانية الخطوة الثانية الخطوة الثالثة Plot the reference point A having coordinate sigma x sigma tau x y this point represents the normal and shear stress components on the elements right-hand vertical face and since the x-axis coincides with the x-axis this represents theta equal zero degrees هنا رح نرسم النقطة A النقطة A مكانها sigma x على sigma و tau xy على محور الشير stress والسيجما x معلومة والtau xy معلومة الخطوة الموالية Connect A Connect point A with the center C of the circle and determine C A by trigonometry the distance represents the radius R of the circle رح نشبك أو نربط رح نربط A نقطة A مع النقطة C والمسافة C A هي R radius طيب R كم قيمتها من السهل تحديد قيمتها by trigonometry أو من الرسمة هنا يعني بيكون R يساوي جذر تربيع tau x تربيع زائد هذه المسافة تربيع بنشوف كيف عملية حساب R من خلال قانون sigma x بنطلع sigma x ناقص sigma average وقانون tau x y ناخذ هذه المعادلتين بهذه الصفة طب قبل كل شيء رح نعمل رح نرفع المعادلتين كلهم تربيع من هنا تربيع من هنا تربيع ومن هنا تربيع ومن هنا تربيع ومن هنا تربيع ثم نجمحها مع بعض سنتحصل على المعادلة التالية هذه المعادلة هي في شكل معادلة رسمة دائرة circle equation بيكون معها زي الفورمات هذه x-x0 تربيع زائد y ناقص y نوت تربيع يساوي r تربيع هذه معادلة الدائرة والx نوت y نوت هذا مكان المركز هنا عندنا هذا الشكل sigma x ناقص sigma x زائد sigma y على 2 كله تربيع زائد tau x x-y تربيع ناقص 0 يساوي هنا تربيع فنلاحظ أنه r تربيع يساوي هذا كله وبالتالي r تصير جذر تربيع sigma x ناقص sigma y على 2 تربيع زائد tau x y مع العلم أنه sigma average معلومة تلقيبة sigma x مع sigma y على 2 فمن هنا نستنتج أنه هذه معادلة دائرة رسم دائرة مهر ثم بعد ذلك once r has been determined sketch the circle رسمنا r عرفنا نرسم circle هنا معنا 2 theta theta معلومة هنا معنا 2 theta 2 theta تعطينا مكان إيش tau x y sigma و sigma x داش هذه الدائرة تمكننا من معرفة tau والسيجما في أي اتجاه كان من 0 إلى 360 يعني مثلا لو حبينا نعرف مكان يعني قيمة الإجهادات إجهاد العمود وإجهاد القص عند هذا الاتجاه هذه نقطة مثلا p 2 بيكون معنا هذه الزاوية بقيمة مثلا 2 alpha على طول يمدينا نعرف كم يمدينا نعرف كم إجهاد القص وكم قيمة السيجما في اتجاه الالفا طبعا في اتجاه الالفا قانون الأبسوليوت ماكسيموم شير سترس طاو أبسوليوت ماكسيموم يساوي سيجما ماكسيموم ناقص سيجما مينيموم على 2 مع العلم أنه الأفرج يساوي المكسيموم زائد المينيموم على 2 ترجمة نانسي قنقر